اشتركوا في القناة جملة وتفصيلة رشيد مقدم التقاد التلميذ بلال وعد لنا بالتقرير التالي جميل هو الطموح والتفاؤل والتحدي لمواجهة العقبات بلال حمدي من مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي شاب لم تنطفئ شمعته وهو في بداية الطريق جد واجتهد بالتعب والصهر لعل وعسى لكن خطأ إداري أطفأ نور الاجتياز إلى الطريق الآخر حيث توقفت لدى بلال عجلة النجاح في شهادة البكالوريا دور تجوان 2013 والسبب حرمانه من نقطة مادة التربية البدنية والرياضية التي أدرك فيها بفعل فاعل علامة السفر برغم حضوره ليوم الامتحان لتتلاشى بذلك أماله في نيل الشهادة ففرحة النجاح لم تكتمل التي لا تعادلها فرحة الأسرة والأقارب تحصلت على معدل 9.36 حيث تحصلت على علامة 14 في مادة العلوم الطبيعية و13 ونصف في العلوم الإسلامية وعلامة 12 في مادة الاجتماعيات ولكن المفاجأة كانت في مادة التربية البدنية بحيث تحصلت على علامة السفر برغم أنني قمت بجدياز امتحان التربية البدنية بسفع عادية وبكل جدية وهذا مما حرمني من نيل شهادة البكالوريا وتلاشي حلم الجامعة لذا أنشد وزير التربية بإنصافه وعدم تكرام مثل هذه الأخطاء مستقبلا وبرغم الأخطاء وعدم الاعتراف بها من قبل المسؤولين المعنيين فلابد أن تضيء شمعة الأمل والطموح لتصفع الباطل بالحق وقضية الطالب بلال لتسمح لأحد في قطاع التربية والتعليم في تحتيم تموحات شبابنا مستقبلا توصل احتجاج سكان بلدية ماكودا شمال ولاية زيوزو بغلق مقر البلدية والضائرة والطريق الوطني رقم 72 وبإضراف شامل للتجار ووسائل النقل وهذا من أجل مطلبة المصالح المحلية بضرورة التعجيل بحلول لجملة المشاكل التي يتخبط فيها السكان منذ عقود من الزمن على غرار تظاهر المحيط الحضري للمدينة ومعه جميع شبكة الطرقات تدمن الخدمة الصحية بالمرتز الصحي وتأخر جاء سوق البلد وعادة النظر في قائمة المستفيدين من إعانات الموجهة للمتضررين من ثلوج فصل الشتاء المصرم زميل حسن زيزي تنقل لبلدية مكودا وعاد لنا بالتالي نأخذ في قائمة المدينة مرة أخرى巨ط الحضري أيضا بzać مشهول يناولها لنظر فالعليس علينا الذائب حتم بحسن وحسن إنه إذن أنه سنفرنا عني الضمير محفوظات و حيث يكثبون في الحياة ترجمة نانسي قنقر 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 لم يجد الفلاحون مكانا لتخزين حبوبهم بسبب ضيق المخازن المتوفرة والتي تعود أغلبها للحقبة الاستعمارية تفاصيل أكثر في تقرير ديار بن داود طفى مشكل تخزين الحبوب على السطح بعد الانتهاء من موسم الحصاد فمحصور الحبوب يتزايد من سنة لأخرى إلا أن القدرة على التخزين بقيت على حالها منذ عقود بلديات كثيرة بولاية تيارت جمعت هذه السنة كميات ضخمة إلا أن المخازن تعود إلى أربعينيات القرن الماضي فانتابتها التشققات ما يهدد بنهيارها في أي لحظة تعاونية الحبوب لمنطقة فرندة حطمت الرقم القياسي السنين السابقة لهذا تحصلنا على جمع المحصول ليفوق ثمانمائة وخمسين ألف قنطار من القمح الليين والصلب والشعير ونظراً للوسائل التخزين النقصة في المنطقة تعنا لطاقة التخزين التعاونية ما تفوق شي سبعمائة ألف قنطار ماذا بنا؟ يعني نخموا من ضروق يعني لنجهزوا هذه البلديات هذه السنة فاقت الكميات المخزنة حدود ثمانين ألف قنطار وخلق هذا الارتفاع مشاكل للفلاحين القادمين لتجميع محاصرهم من شجارات واشتباكات كان يمكن تفاديها لو تمت توسعة المخازن التي تغطي إحدى عشر بلدية في ولاية تيارت حدنا مشكل تخزين ومنطقة هذه منطقة تعسقي يعني المحصول يجيد ونحن الحمد لله ما درنا درنا المجودة تعنا الإدارة للعمال درنا فوق الطاقة تعطنا وماذا بنا إحنا للسلطات يوسعوننا وليس يدونا لزنغار وقد عرف الموسم الحالي توقيف عامل بمخزن بلدية رصفة بسبب التلاعب بوثائق إدارية كما تم حجز أربعمائة قنطار من الحبوب خارج المخازن ما يرجح فرضية تهريبها في موضوع آخر يناشد الشاب جعفر كريت صاحب السبع وعشرين ربيعا والذي يتوسط شقيقتين تعانيان من مرض فقر الدم والقطنين بقرية الطمرة ببلدية بوشتاطا وليتسكيكدا المسؤولين المحليين وكذا المواطنين ذوي القلوب الرحيمة لمساعدته على التخلص من المرض الذي بات ينخر جسده بعد أن ولد بإعاقة على مستوى رجله اليمنى وتمكنه من إجراء عملية جراحية في القريب العاجل والتي تتطلب أربعين مليون سنتيم على مستوى صلبه للإعادة البسمة لإليه كما أن مخاوفه تضاعفت بسبب جرح لم يشفى بعد متابعة في الموضوع مع كريم عبد يوهد وعاني من إعاقة على مستوى الصلب تقدر نسبة مية بالمية والأطباء نصحوني باش نديرها في أقرب وقت ممكن لأنه المرض التاعي ما يسمح ليش باش نزيده نسبة ركتار وعندي لأنه المرض الثاني وهو فقر الدم يخلاني يؤثر على جسمي بزاف بزاف ونطلب نداء إلى دواء قلوب الرحيمة وعاجل إذا كان الإمكان بمساعدة ولو بقدر ما يمكن مساعدتها تعد المدرسة القرآنية شيخ البشير الإبراهيمي بمدينة طلقا ولاية بسكلا أقدم مشروع في الولاية حيث وضع لها شيخ البشير الإبراهيمي حجر الأساس سنة 1947 ومنذ ذلك اليوم وهي عبارة عن ورشة لم يكتمل بها الإنجاز وإن كان مبررا عدم تقدم المشروع بان الحقبة الاستعمارية فإنما لم يفهم هو عدم تكملة المدرسة منذ الاستقلال وإلى اليوم تفاصيل أكثر في تقرير علي رحاب وقف الشيخ البشير الإبراهيمي وسط مدينة طلقا وعطى إشارة الانطلاق لمدرسة قرآنية سميت باسمه واحتضن المواطنون هذه الفكرة وذلك سنة 1947 ليظل المشروع يراوح مكانهم منذ ذلك التاريخ سنة 1947 جيش الشيخ البشير الإبراهيمي لهذه المنطقة هذه يعني في إطار محاولة تمديد نشاط لجمعية العلماء المسلمين وذلك نرجو مساهمة الجميع كلهم على حساب الاستطاع عن تعوى من أجل استكمال هذا الصرح ويكون الافتتاح عن تعوى يوم عرس لسكان المنطقة وحتى الجزائر كاملة لأن هذه في الحقيقة بصمة من بصمات الرعي الأول من تجمعية العلماء المسلمين المواطنون والسلطات المحلية اليوم يراودهم حلم الشيخ البشير الإبراهيمي من جديد قصد ترقية المدرسة لمعهد إسلامي يستقطب طلبة الزاوية العثمانية نصب أعلننا مشروع المدرسة القرآنية العلامة البشير الإبراهيمي التي وضع أساسها سنة 1947 لتكون معهدا يستقبل خرجي الزاوية العثمانية التي هي منارة العلم والعلماء الطلبة الذين حفظوا القرآن لأنهم يتخرجون منها بالعشرات أو المئات وأيضا لقد فتحنا قسم المصلة في شهر رمضان الكريم وسنلا ندخر جهدا أن نفتح الأقسام الأخرى ولبعث هذا المشروع من جديد وجب تضافر الجهود ومن ثم تحقيق حلم عمره أكثر من ستين سنة فهل سيحقق حلم الشيخ البشير الإبراهيمي وهو في قبره؟ ختم النشر ومشاهدين في أمان الله